السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بوهرات وصفة النهاردة ان شاء الله هنعمل احسن واسهل واسرع صنف حلويات ممكن تعمليه في شهر رمضان هنعمل صوابع الجلاج بالكنافة وصفة سهلة جدا وسريعة ما شاء الله ومتاخدش معاك وقت وبتعمل كمية كبيرة وبتنفع معاك في العزمات معنا المكونات معايا ربع كيلو من الكنافة ومعلقتين كبار من السكر البودر بتتقلبهم مع بعض كويس كده وبتكوني من عمل كنافة بتاعتك وزي ما قلتلك قبل كده تحطيها في الفريزر لمدة ساعة او ساعتين قبل ما تطلعيها وعشان تتنعم معاك بسهولة بتفركيها بأيديك كده بتنعم معاك بكل سهولة معايا كبايتين من السمنة هتحطي شوية من السمنة كده بحيس ان انت تبليل الكنافة بس مش عايزين الكنافة تكون داس مقاوي يعني يا دوب شوية كده حتى تفركوا الكنافة لحد ما تلاها بقت زي الرمل كده ومعايا الجلاش بتاعي معايا ست ورقات من الجلاش الكمية ديت ما شاء الله بتعمل كمية كبيرة جدا بتقطع معاك كمية كبيرة يعني ممكن تعملها في العزومة تبقى معاك جميلة وممكن تعملها قبلها كمان بيوم بتفضل ما ارمشها لتاني يوم بتفريد ورقة الجلاش بالشكل ده وبتدهنيها ده انا بسيطة من السمنة وبتحطي شوية من الكنافة وبتعملي فتحة كده بسيطة بحيس انت تحطي فقا المكسرات علشان المكسرات ما تقطعش ورق الجلاش معاك ومعايا خلط من المكسرات زي ما تحبي انا حاطة فول محمص وجوز الهند وشوية من الزبيب وبتلفي ورقة الجلاش كده وبتضغط عليها حاولي تضغط عليها علشان ما تبقاش الكنافة جوه الجلاش سايب كده لازم تضغط عليها عشان تبقى متماسكة وما تفكش منك كما تجي تقطعيها هنكمل بنفس الطريقة بتعملي فتحة كده في الكنافة وبتحط المكسرات بتاعتك وبتلفي بطريقة محكمة الرول بتاعك بتهيقلي ما فيش اسهل من كده وصفة سهلة وسريعة يعني ممكن تعمليها قبل الادام بحاجة بسيطة ما بتاخدش معاك وقت خالص خالص وكمية الكنافة دي ربع كيلو ست ورقات جلاش كويسين جدا عليها نحس بحس تبقى رفيعة تبقى اشتخينة وبعد ما بتخلص الكمية كلها بالشكل ده بتحطيها كده جنب بعضها وبتقطعيها صوابع بالحجم اللي انت عايزها لو انت حابة تعملها طويلة ما فيش مشكلة انا بحب اعملها كده اه صغيرة كده بحيس انها تبقى على قد بق واحد كل فرض ياخد الحتة بتاعته يا دوب بتتحط في البق كده ما تبقاش كبيرة وانت ليك الحرية ممكن تقطعها صوابع كبيرة زي ما تحبي بتحط السكينة بس كده وبتضغط عليها ما تمشيش السكينة يا دوب ضغطة بسيطة بتتقطع معاك بكل سهولة شايفين ما شاء الله الكمية عملت معنا كمية كبيرة ازاي وبتطهين الصينية بتاعتك الجلاش وهو واقف كده بالشكل ده حاول ادخالي الحشوة اللي ممكن تكون واقعت وانت بتقطعي وبتحطيها وحاولي تختار الصينية تكفي كمية الجلاش كلها بحيس انها تبقى كلها سندة بعضها بالشكل ده انا حسيت ان الصينية كبيرة شوية فانقلتها في صينية اصغر بحيس ان الكمية كلها تبقى سندة بعضها ما تفتحش وهي في الفرن وباقي كمية السمنة اللي هما الكباتين هنفضيهم برضو على الكنافة ما تقلقش من كمية السمنة كل ده هن نتخلص منه بعد ما تستوى بتدخلها الفرن تقطع الشبكة في النص وبتطيبها لحد ما تستوى وتتحمر وتاخد رألمشة اللي انت عايزها بالشكل ده ومباشرة اول ما بتطلعيها بتصفيها تكون مجهزة الطبقة اللي انت هتصفي فيه والغطة اللي انت هتغطي به ما تصبهاش ولا ثانية بالسمنة لان انت لو سبتيها هتشرب السمنة هتبقى تقيلة لكن هي سخنة بتتصفى معك بسهولة وتبقى خفيفة جدا ومفيش فيها اي دهون هتلاحظ ان كمية السمنة اللي احنا حطناها رجعنا صفناها تاني وكمية السمنة ممكن تستخدميها اه تعملي بقى كنافة تانية او اه تعملي بقى اي حلويات ما فيش اي مشكلة وهي سخنة بتسقيها بالشربات بكمية بسيطة برضو من الشربات عشان تبقى خفيفة معك كده وهشة الشربات يكون تقيل وبارد بتاع الكنافة شايفين ما شاء الله مقرمشة وجميلة ومتحمرة من فوق ومن تحت ومن جميع النواحي واحسن حاجة في الوصفة دي انها بتفضل مقرمشة معاك لحد تاني يوم يعني لو تبقى منها حاجة بتتلاقيها برضو مقرمشة وجميلة وبتقدميها بقى الفهنة وشفة ان شاء الله تجرب الطريقة وتعجيبك واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته